جديد لتطوير لقاح ضد كورونا المتحور وذلك بإعلان شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين والألمانية كيورفاك العمل معنا الشركتان قالت أنهما ستطوران لقاحا بتقنية الحمض النووي الريبي ضد النسخ الجديدة من فيروس كورونا وأشارتا إلى أن العمل على اللقاح الجديد سيبدأ فورا على أمل التوصل إلى اللقاح في 2022 إذا لال موافقة السلطات الصحية التحالف بين شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين والألمانية كيورفاك هدفه تطوير لقاح يستجيب للنسخ المتحورة التي ظهرت خلال وباء كورونا وسيستهدف النسخ الجديد وتلك التي قد تستجد لاحقا ينص الاتفاق على أن تقدم جلاكسو سميث كلاين 150 مليون يورو للشركة الناشئة الألمانية ما سيتيح لها امتلك حقوق اللقاح الجديد في كل الدول باستثناء ألمانيا والنمسا وسويسرا شركة جلاكسو سميثا البريطانية قالت أنها ستساعد هذه السنة في إنتاج لقاح سبق أن طورته شركة كيورفاك الألمانية وبات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية كما وستعمل الشركة البريطانية على صنع ما يصل إلى 100 مليون جرعة منه في حين أن لقاح الذي طورته مع الشركة الفرنسية سانوفي تأخر ولن يكون جاهزا إلا في نهاية 2021 بسبب نتائج أتت دون التوقعات ترجمة نانسي قنقر